موسيقى وصلنا بعمومتنا بقريبيننا ببلشوا قريبيننا بالأشخاص اللي ممكن يساعدونا بالقصة إن كان أمنيين أو خضائيين إلى غير زيني أو مسؤولين بهالبلد للأسف ما توصلنا إلى شيء أكيد نحن صرنا بضياعة، اتصلنا باتصالات كثيرة وأعلننا بجرايين حتى وضعنا أرقام هواتف في الصحف إنه إذا حدنا بيعرف خليه يتصل فينا لنتعرف أو نقدر نروح نجيبه أو يساعدنا بذلك للأسف صار علينا ضغوط ويمكن استفزازات وابتزاز في بعض الأحيان كان عندنا في مشاكل كتيري في شغلات قرس مثلاً طرينا إنه نوفي يعني بدك تعيشي بقلق بإنه شو عم بيعمل فيه ممكن ممكن يعني كل الإحتمالات اللي ممكن تورد بالرأس إنه هل عب يعزب هل قتلوه هل عب طعموه يمكن بحلول الألفين تقريباً من الألفين أكيد من اللي صار وقتها لقوا معابر جماعية حتى بيتصل فيه أحد الأشدقاء الأصدقاء يعني بيعرفني ما بزبوط تسال فيه إنه تعيشوف إنه تعيش تعرف وتعو كذا إنه أكيد نزلنا ما في يعني ما ملقينا يعني ما شي منه بوقتها بيتحس برهبة إنه أنا هل ممكن إنه يكون يعني إنه تلاقي أو شي يعني من القبيل إنه أنا أوجد الوالي بهاليوم هيدا إنه يمكن بترتجف دائما القصة هيدا إنه شو بليكون وضعك يعني شو حالتك بس نحن اليوم عم نفكر إنه لازم نوصل على الأقل إنه نحصل على الرفات وهيدا مطلب معنى ويمكن لإلنا إنه يعرف الواحد إنه يمكن أنا وين دافين باية أو خية وكل هالناس اللي هي مفؤودي وما بيعرف إنه وين يمكن حكيت كتير عن الحرب الأهلية حكيت كتير عن معاناتك بهذه الحرب حتى بمحل معين حكيت عن طفلة اللي كنتيها بوقتها كنت عم تقولي إنك كنت هيدا الطفلة اللي رافضة لوائع إنك أنت بحرب كنت ما بديك تحسس العالم إنه في شيء يمكن هالأدماء ساوي عم بيصير حواليك خبرتينا مع مرور الوقت كيف صارت مقاربتك للأمور شو الأمور يلي تغيرت شو الأمور يلي بعدها عالقة فيك كل هيدا الأمور خبرتنا إياها إن كان بمقابلاتك إن كان ببعض المقتطفات برواياتك إن كان بحديث جامعية صارت ومرة بحديث مع طلاب جامعيين قلتيلهم إنه بكل مرة ينفتح فيها موضوع الحرب الأهلية بيوصل الحوار لمحل بيقول فيها الشخص عبق على قلبي خلينا نغير الموضوع اليوم ما رح نغير الموضوع رح نحكي أكتر ورح نركز كونك صحفية أيضا رح نركز على دور الصحافة بتظهير هذه القضايا بكيفية الحديث عن الحرب الأهلية وعن الأمور يلي بعدها عالقة و أبرزها قضية المفؤودين والمخفيين قصرا خلال الحرب ركزت كتير على فكرة إنه نحن مبأ بحرب وإنه أردأ أنواع السلم أفضل من أسمى أنواع الحرب ما بدك تقولي أنه الحرب بعدها مستمرة الصحفية والروئية سحر مندور ليه؟ الحرب هي حالة موت والحياة ضمنها هو استثناء يعني لما كنا من روح على المدرسة ويبلش القصف ونرجع على البيت فيه ناس نفدت وناس لأ نفس الشي مثل اللي صار للي هلأ عايش اليوم مثل ما صار انفجار بيروت فيه أنه كلنا نفدنا الحياة صارت استثناء بهيد اللحظة حرب هي لحظة الانفجار مطولة حتى لحظات وقف إطلاق النار فيها مثلا اللي كانوا يعتبروا هيك أو الهدوء النسبة كانوا لحظات ما بتعرف أين بتنتهي وعم تسرق فيهم يوميات بتشبه العادة سرقة كون الموت هو المستتب يعني حالة المستتبة بالحرب أنا بالنسبة لقلي بيجعل الخوف فيها والتقل والجريمة لا تحتمل مقارنة بالسلم اللي هو حالة قد ما صار فيه تفجيرات قد ما صار فيه اختيالات قد ما صار فيه معارك جانبية وجرائم فردية مثل ما نحن عشنا حايدا سلمنا ما كان ولا مرة سلم النروج يعني فإنه قد ما هيدا بيضل أنه هيدا الاستثناء والمستتب اللي لجميع يسعى للحفاظ عليه هو أنه امتدت يد الفتنة طبعا ما أنا يد فتنة بس أنه صار فيه تدخل على واقع هو مفترض يكون خالي من الجريمة فعشان هيك بالنسبة لقلي أنه نكون بعايشين بإطار وبمجتمع عم يسلم بسلامه بده يكون عم بيروح عشغله ويرجع بما بده يكون الملجأ هو أول خيار عند الاستيقاظ ما بده ما بده هو لقلي أفضل من أي حرب عظيمة من أنه نحن حروبنا كل ياتا كانت حروب اللي عملوها سموها عظيمة سموها سامية حرب تحرير حرب توحيد حرب ولا حرب إجت لأنه زعران بدون يسيطروا على الحي ولا حرب إجت لأنه زعران بدون يسرقوا محلات بس بيقولولك الحرب لهدف سامي وبتلاقي الناس اللي عم تخسر وتموت وتضحي بده تتمسك بالهدف السامي لأنه ما فيك تخسر وتموت وتضحي أنت عشان سبب وسخ لأنه ولا مرة بيقولوا الأسباب الحقيقية وراء الحرب كمالاك اليوم العالم تعتبر أنه صح يمكن بالشكل ما فيه قذائف يمكن بالشكل ما فيه ملاجئ ولكن بالمضمون طالما بعد الحقيقة مخفية طالما المسؤولين عن الحرب بعد ما تحاسبوا طالما بعد فيه مفؤودين مش معروف مصيرهم بيعتبروا كثار من الناس أنه فعالياً احنا بعدنا بحرب يمكن مش بالشكل ولكن أقلوا بالمضمون بالإحساس بالإحساس طبعاً أنت في عندك ناس اللي حكموا الشارع واستعملوا السلاح وقصفوا الرجمات وطلعوا كل يوم على التلفزيونات يقولوا حقناً للدماء ومدرشوا هؤل الأشخاص شلحوا بدلة عسكرية بليلة ما فيها ضوء أمر إجا قانون عفوا عام غسلون لبسوا بدلة مدنية وصاروا رؤسة ووزراء ونواب وسلطات ورأة ومعارضات وموالات أنت اللي شفتوا عم بيهد البلد عم بيقلك أنا عم بعمرة أنت اللي شفتوا عم بيقتل عم بيقلك أنا سأحقن أحمل حياة فبطبيعة الحال في شي بالإحساس قد ما كلنا ترقلجنا بسرعة تسعين خلصة الحرب عفوا عام ورشة إعادة أعمار انطلقنا بحياة صاخبة صاخبة جداً يعني بيروت صاخبة كانت هاي النقلة يعني كانت مش طبيعية سرعتها وحدتها وعدم تغير الصور اللي فيها يعني أنت بذات الوقت ضليت تحتهم فبالنتيجة أنه أكيد فيه إحساس أنه هولي بمشاكلهم بخطاباتهم بعلاقاتهم اللي ضلت موجودة بعدهم مكملين بالتالي في مجتمع منبنى في دولة منبنى كامير هيك بتقولي أنه مش فجأة انتهت الحرب انتهت الحرب لما الناس تعبت وزهقت من أن الطالب بالشعارات نفسها من أن الطالب بمعرفة أو بمحاسبة المسؤولين بكشف الحقائق وبغيرها اليوم الإعلام أدي بهايدي الشعارات قدر برأيك يفيد قدر اليوم يرسخ هذه الشعارات لفعلا تبطل الشعارات وتروح نحو التطبيق أم أنه اللعب دور سلبي شو رأيك بدور الأعلام بهذا الموضوع؟ هحكي عن دور الأعلام بقضية المخفيين قصرا تحديدا لأنه يعني دراسة حالة محددة ونادرة خلصة الحرب تسكروا كل هوا الملفات تغيروا البدلات وفقنا على حياة صاخبة عم بتقول اللي مات الله يرحمه اللي نجرح الله يعينه اللي اختفى نسوه هيدا الواقع الجديد اللي بدنا كلنا ننخرط فيه من أجل بناء الدولة والمؤسسات هيدا الخطابات اللي عبت الفراغ بتوصل أنه قضية المخفيين قصرا كانت القضية الوحيدة اللي بتربط هيدا المجتمع بقبل سنتين لبعد سنتين شو صار فيها هيدا البلد القضية الوحيدة اللي عم بتقول هيدول البدلات هن بالأساس عسكرية في شي معلق بعد كان لأنه هول الناس بعدهم مخفيين فكان الربال الوحيد بالمقابل الإعلام بتشبيك الأهالي ما سكته وراحوا عند الإعلام والإعلام بذات الوقت حاسس أنه من ميلة فيه الرأي العام اللي عم بقولي عام المختفى توفى خلص مشونا حرام ومن ميلة تانية فيه إصرار كل ما تسمع قصة ما فيك تطلع منها وكل ما تسمع قصة بتحسها شخصية ما أنت عشتن لهول 15 سنة حرب ما أنت اختفى لك ناس ما أنت ماتلك ناس ما نجرح لك ما نضرب يا أخي ميني ما من قصفت بنايتك شفنا كتير هول مشاهد على الإعلام وشفنا دايما المقابلات إن كان مع أهالي مفؤودين يعني شفنا هيدا إذا بدك يعني الأمور العاطفية بالتقرير اللي كانت موجودة ولكن هل الإعلام لعب دور أساسي بحث العالم للتفكير بطريقة إذا بدك منطقية أكتر مع الأمور لحتى تصير هذه القضية قضية رأي عام أم فقط اقتصر على العاطفة لا طبعا مش بس على العاطفة لأنه ما هو العاطفة أول شي تحركت فأنت حسيت حالك في شي عم بيشدك لهنيك رخم كل الخطاب الرسمي اللي عم بيقول ها سنسوا المشونا بتروح لهنيك بلش تسمع قصص تسمع القصص بلش بتلاقي إنه في جهد من لجنة الأهالي أولا خرافة كان بطريقة إنه كل سنة ربطوا ذكرى المخطو يعني ذاكرة المخطوفين والمخفيين قصرا بذكرى الحرب الأهلية 13 نيسان صار يوم المخطوفين يعني إذا كلمة تقول 13 نيسان يابتقول بوستة عين الرماني لأنه برجع بيروحوا بفتشوا عليها الأعلام ويصوروها وهيكي أو البروغرام اللي عاملينه أهالي المخطوفين والمخفيين وهيدا البروغرام بيكون فيه استعادة للحرب لشو صار فيها فصرنا دغري من قبل بوقت من بلش نسأل من أول بنقبل بوقت منبلش النسأ بدنا نسمع قصص في فترة أنا بتذكر في إحدى السنوات كانت عم تتصاعد الحملة بقوة كنا عم ننشر على مدى شهر قبل مثل تحضير حملة كل يوم قصة مخطوف حدا نخطف شاب صبية طفل رب أسرة مختلف المنحرس أنه يكون مختلف المناطق تما يكون دغري لأن العقل اللبناني بيروح مين كان مين الطوايف كيف تخانقوا من المتهم الأساسي فبدأك تنوع لأنه كل هذه قضية جامعة فعلا للمواطن فهذه الطاقة وهذه المسئولية العامة اللي كانت ما حدا كان رايح لأنه بدنا نمسك اللوب ونفتش عن المخطوفين فالتحالف اللي ركب ما بين لجنة أهل المخطوفين والإعلام قدر يحط هذه القضية دايما على يعني فيه موعد سنوي وفيه أداء خلال السنة اليوم تجرب نقلك بعض بيقولوه بعض أهل المفؤودين وبعض كمان المواطنين بيقولوا بمحل معين أنه اليوم الأعلام أوكي بذكرى اندلاع الحرب أو بتاريخ معين بيعيدوا تأرير خاصة بالحرب الأهلية بيحطوا حالة عن مفؤود أو أهل المفؤودين ولكن تخلص القصة هون معا بيكون فيه تتبع دائم لهذه القضية لحتى يكون فيه دائما تذكير بأنه هناك ضحايا وهناك مجرمون يوم كونك صحفية بديشوف رأيك بهيدا الأمر يلي بيقولوه بعض الناس أو كتير من الناس بالأحرى لا هو هو واقع يعني الواحد إذا بده يرجع يراجع آخر على القليلة عشر سنين في لبنان لما رجع الوضع الأمني حط حاله على الطاولة رجع سهمش كل الأضايا الاجتماعية التانية والأضايا المحاسبة وكل ما أنت عم ترتكب فيك جرائم الزيادة عم تحس المحاسبة على وحدة منهم صارت أنا ماشي الحال هلأ ماشي الحال بس خلال لنقول مثلا من التسعين للألفين وخمسة ألفين وستة ذكرة الحرب هي يوم المخطفين تم اغتيال الحرير وبعدين إجت حرب تموز وبعدين فتنا بالاختيالات وبعدين فتنا بالثورات العربية وبعدين فتنا بالألفين وخمسة عشر وصلنا للأن هي هون رجعت وضعية الحرب بدون السلاح القائم بهاي بس وضعية أنه أنت حال التأهب كيف بدك تخلص نهارك كيف بدك تأمن كهرباء ماء كيف بدك تحمي كيف تروح بهاجر ببقى كل كبير ووصولا للصغار قطع الموتر اليوم الصبح بده مزوت مش بس تقضية المخطفين قضية قضايا كتير تانية راجعت بس أصروا أهل المخطفين وظلينا مكملين لتأخذ قرار بالأنون وتشكيل اللجنة طبعا التطبيق في لبنان هو هم تاني يعني بتطلع الأنون ففيه اللجنة وبدنا يعني لما نرجع نخلص من الهم اللي نحن نحن بحال طوارق قصوى عايشين على المساعدات فبيصير دايما انت بهيك محلات اللي الأمن فايد فيها أمنك الشخصي وأمن عيق الناس بتصير الأمن أو المحاسبة الأمن أو العدالة والناس هتقول كلنا هنختار الأمن لأن ما في عدالة لما نحن أموات والمجرم مستمر مريم دايما كمان بيحسسوك بهذه المعادلة بمحال معين لما يشوفوا إنه في أي شي بدهم يطالوا كاسيا سيين دايما بيحذروك بيقلولك بدك أمن بدنا نضلنا هاك بدك تتعدى حدودك بالمطالبة بده يكون فيه إلا أمن كمان الناس عم بينوضعوا دايما قدام هالمعادلة إذا دايما بدنا نتبعها يعني ما رح نلاقي الحقيقة هيدا اللي عم تبعو دايما في عندك الشارع اللجوء إلى الشارع هيدا اللي يعني إنه إما أو ليك بالتأكيد بنا بس مسؤولية الأعلام لأنه يعني قد ما نعمل نحن بالأخير صحافة وإعلام يعني أكيد أولا النظام منه سهل النظام كتير مسيطر على المجتمع وفي عندك وسائل الأعلام الرجال السلطة والمال والدين والكلها عندها حضور قوي كتير فيها فأنت عم تنحكي كمان هني يخدين جزء كبير من هيدا العالم بيضال فيه جزء اللي عم بيشتغل حاول يشتغل مهنيا اللي عم بيشتغل مطلبيا اللي عم بيشتغل حتى نضاليا لأنه أنت بوضع مثل هيدا الإعلام بيصير عنده دور نضالة إنك إنك ترفع ظلم فهيدا الفئة هي اللي عم تشتغل بالتعاون مع أهل المخطفين بالتعاون مع أهل دحايا المرفق بالتعاون مع المودعين بالتعاون عم تحاول تشبك أكتر بأكبر قوة ممكنة مع أصحاب القضايا مع المعنيين فيها طي يضلوا عم بيه يعني أنت كإعلام ما فيك تخلق عضلات بالهواء الطلق بدك زند تشبكه وتمشي معه فعم بيضل هيدا الهم عم بيضل في فئة واسعة من الصحفيين عم تشتغل بهيدا المحل لهيدا الفئة كونك صحفية شو بتقولي له في عالم بتعتبر بأنه الإعلام أكيد في مستجدات أو في أحداث بتحتم عليه استقبال شخصيات معينة ولكن شفنا هذا الموضوع بالثورة وحتى قبل الانتفاضة كمان شفنا نفس الانتقاد من بعض الناس بأنه استقبالوا وأخذ رأيهم بكثير من المواضيع اليوم كصحفية شو ردك أنا ردي أولا كمان شغلتان شغل إلى علاقة بالطهارة الثورية مبدأ الطهارة الثورية أنه أنا ما بسمع لحظة تاني هاي ومن ميلي تاني مبدأ البراءة المطلقة نحن منا جايين على ساحة إعلامية مستقلة تتمول ذاتيا من المبيع والإعلانات اللي هي بدورة مستقلة بس مثل ما فيه بكل قطاعات المجتمع سلطة والناس عم بتحاول تكون خارجة يعني كأضعف الإيمان تكون منم فاسدة وكأحسن الإيمان تكون عم بتحارب هيدا المشهد فيه بالإعلام والصحافة وهول اللي عم نشتغل معهم ما فيك تجي تحرق هول بقوة هوليك هوليك السائد هيدا عم بناضل هيدا عم بناضل أساساً اللي متعايشوا ليقدر ينواجد بهيدا المؤسسة وين بيشتغل ولا كلنا منستقيل ومنقعد ببيوتنا ونترك لهم الإعلام وخلصنا هيدا هو البديل فأنت بدك يعني رأي عام ما بده يلعن الإعلام بده ينتصر للفئة اللي عم تشتغل للعدالة والمحاسبة وبده تميز بيناتها وما بده تتصرف ما بده يتصرف رأي العام كأنه فجأة ولد بالمجتمع وإجي إعلام من الهواء الطلق كله تكون قدامنا كله منشور شخصيات السياسية على مدى سنوات اكتسبت قوة معينة ومش ممكن نكرانها ولكن هيدا القوة خف وهجة شوي وهيدا شي اللي مرة أنت قلت كيف بده يكون في عمل أنت كان بالتعامل بين الناس والإعلام والفعاليات الجمعيات كيف بده يتم العمل لفعلا هيدا الهالة للسياسيين ولأمراء الحرب يلي بعضها العالم بتآمن فيها كيف ممكن محاربتها أو توعية الناس أنه لا ما في هالة فأولا حدا صحيح بظن نحن صرنا مشينا يعني مشوار طويل بموضوع الهالة مشكلة الهالات أنه مرتبطة بسلطات فعلية على الأرض يعني أنت بتعرف أنه نكتت تزفيد الشارع قبل الانتخابات هي نكتة بس بالحقيقة ما حيتزفت إذا أنت ما قلت هلأ وصلنا لمرح إذا أنت حكيت ضد فلان أو ما كنت مؤيد لفلان أو سمحت بشتيمت فلان للشارع حيتزفت ولا الوظيفة حتتلاق إحنا معا مضاعفين الدولة ومقويين سلطاتهم الخاصة المناطقية فمحكمين ممتبقين على المواطنين اللي لازم يكون مرجعون الدولة هاي ضعفت وهون قويه ففعليا وشاغلين على كل أدوات الهوية طايفتي طب كذا اسميه عائلتي منطقت هيك فبتعمل فخر معين بالتبعية وخلص بتصير راضف فيها وماشي فيها لما تردوا الخدمات قدر الشخص يبلش يحس طب ما أنا تابع بلا منفع طب ما أنا تابع يعني المعادلة كتير مرتبطة بالحيوية بأشي حيوية الأكل والشرب والوظيفة والطبابة والتعليم فأنه أنا لما ما عم بقدر أوصلهم بس بعدك زعيمة طب ما أنا ليه أنت زعيمة ليه أنا تابعك كلمة هيكون الزعيم بيروح على المواضيع منا مرتبطة بالمعيشة بروح على المواضيع الطائفية هيدا شفنا بالانتخابات برجو على العالم بيصطفهم بتروح على اللاجئين بتروح على المدرمين بيطلع كأنهم بالخراب في كل شيء أسر بس في هيدا خراب بنيوي كيف بدنا نعمل حملات توعوية برأيك لحتى الناس اليوم ما بقى تنغش بشعارات طائفية لحتى ينسوا المواضيع المعيشية يعني يعرفوا إن هيدا نوعا ما فخ عميكم بيحقون هلا للأسف أنا برأيي الانهيار ساعد كتير بهيد بيضل في ناس حتضل تابعة ومحسسينها بالقوة بوجود قوة وأمان أكبر داخل الكانتون بمقابل الخروج نحو الدولة هون الأمان هونيك بيكرهونا هونيك حياكلونا فأنا ما بشوفه حيقلبه الكل حشوف حيكتره يعني في ناس حيقله اللي بحيضل للأخير عم بيخزق بحاله وكذا وليس معك معك وحيكتره اللي خلاص بقى بدي حقوقه شفت هلأ شاعملت لما قلت إنه هودة بدون يكلونا هودة بدون يقتلونا استخفيت بهالعبارات لأنه أنت أتعطيهم يمكن من زمان بس في عالم هودة الشعارات عايشين على أساسا عم بيبنوا مستقبلهم على أساسا عم بيبنوا تصرفاتهم وأقوالهم على أساسا أنا اليوم صحافي وأنا اليوم بسأل تاب دور مين يعني مين فعليا اليوم قادر ينقذ العالم من هيد الدوام اللي ما عم بيطلعوا فيها من الحرب الأهلية إلى اليوم الإعلام مين كيف بنا نطلع منا يعني أنا بسأل حال لنفس السؤال لشوف أنت اليوم إذا عنديك رؤية لهيد أنا برأيك بنشي يعني نظام الحاكم السلطات عم بتراهن أنه نحن حنرجع ما بيدنا كل شي وال أوكي دور الصحافة هون اللي بيجي بتغزاية المنطق اللي عم بيقول ما نفسه عم نعيده ما نعمل فينا بالحرب ونعمل فينا بالسلم ونعمل فينا بالانهيار وهن عم بيأسس لبعد نفسه نفسه ما في شي عم بتغير صار عندك كمية تجارب بين إيديك فيك تبني عليها الهيلات الشخصية أنا برأيي المهنية الصحفية كافية لأنها تبددها لا احتفاقيات وغرق بالخصوصيات واحتفاق بزعامات محلية وأنه تصير في عنوين خلع العباءة وضع هيدا الجو العام اللي بيجي حوالين الزعمة من قبل الصحافة المريدة لإلن هيدا أوقات عن غير قصد كمان يعني هاي هي كمان النقطة بس بيصير في طوعية ساعة أزعان غير قصد لما ينتقد بيصير الواحد بينتبه لمرت الجاي ما ضروري أنه يكون دفاعي لا نحن بنقول اليوم برأيك ضروري يكون في مراصد إعلامية يلي يمكن بتعمل مراقبة لاحقة طبعا مش مسبق ولكن لاحقة بتعطي نصائح لإعلاميين لأن الأوقات يمكن هدو الأمور عم تقولي عنها ترتكب عن غير قصد بترسخ قوة معينة لشخصيات معينة عن غير قصد برأيك اليوم مراصد الإعلامية يلي بتراء بطريقة لاحقة وتعطي نصائح وتوصيات للإعلام أساسية طبعا مهمة هذا كان قبل ينعمل بالصحافة المكتوبة كان فيه دايما مراجعات للبرامج لما تنعرض على وكان فيه حدة بين الاثنين بس كان فيه أخذ وعطة هيده هيده طبعا مهمة وعندك أنه فيه نائد بيصير عام ده فيه بالسوشال ميديا هل أوكي دايما فيه تكفيريين بالسوشال ميديا بس فيه أشياء الواحد ممكن ياخد فيها ويقرر قديه بدي أخذ وقديه ممنى مقتنع وفيه شي تالت اللي هو الأصول المهنية يعني نحنا مهنة سحرة إنه منه سحر نحنا مهنة واضحة ومتأسسة عقواعد قيدة تطوير دائما يعني تشوف البي بي سي عم بتراجع حالة كل كم سنة جارديان قدمت اعتزار بإنه كيف غطت نكبة فلسطين يعني بالـ 48 ومراجعة تام فنحنا قيدة تطوير دائما بس عنا تجارب عالمية متقدمة فينا نعتمدها بالمعايير فأنا لا بدي أشتمه إنه مثلا إنك تشتم تشتم أنا كصحفي متظاهر حقه يشتم أنا كصحفي ما بدي أشتم تما استعدي الجمهور بدي أقول هيدا متهم مثلا بدأنا تقول هالحرامي طلع قال هذا المتهم بقضايا فساد مرتبطة به قروض الإسكان مرتبطة به كذا يعني بيصير دايما نحدد حتى بطريقة التعاطي برأيك لما الإعلام أو الصحفيين بعض الصحفيين يبطلوا يستخدموا هنه بنفسهم على الهوى أو يكرسوا عبارات وألقاب مثل فخامة وسعادة ومعالي هيدا الموضوع لما يبطل كمان يستخدم إعلاميا بيساعد بي إذا بدك حفن الناس ليشيلوا هيدا الهالة عن هالشخصيات لك هو هول الألقاب ما بعرف اللي بعدنا عم نستخدمون في قانون أساسا صحيح فالاستعمال صار خيار عنا جسم قانوني كامل وسوابق حتى لأنه نوقف وندفع وهون بيفوت أنه في أن السلطة حاضرة بالإعلام وبتمنع هيك فعل أنه يتم هيضل هيطلعوا الناس اللي بتأيد النظام داخل المؤسسات الإعلامية وحيكسروا فعل تضامن لو عنا نقابة فعلة هي اللي كان بتاخدها المبادرة اليوم بشغلك وأكيد بتماس دايما مع العالم نسمع بعض الناس يلي كمان محل معين تعبوا قد مطالب وبيقولولك إنه لو بده يصير في تحقيق كان صار لو بدنا نعرف الحقيقة كان بده تصير وحتى لأنه في موروثات من الحرب بيقولولك إنه ولا ممكن نعرف الحقيقة بهذا البلد نهائيا كيف بدنا نجابه ونواجه هيدا نمط التفكير لحتى يكون دايما في قدرة نقدية وقدرة فعلية على أرض الواقع على الضغط لحتى لأ نحن ببلد فينا نعرف فيها الحقيقة هي المشكلة مش بالقول هي المشكلة بالفعل يعني الناس فيه نهج لبناني من الحرب لها اللي ومكمل بأنه اللي ما بيروح ينتخب تعمل معه ريبورتاج طبع ليه ما انتخبت الشعب هيعيده نفسه هاي 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 نهجة التييئيس اللي شو ما تعمل معها وهو مشكلته انه فعلي مشكلته انه حقيقة على الأرض كنا عم نحكي عن معادلة الأمن والعدالة يلي مستمرة من سنوات لليوم بس في نقطة معينة انه اليوم الأهالي أهالي المفؤودين ادروا بمحال معين يتخطوا هايدي المعادلة لحتى يروحوا على إطار معرفة معين وصلهم لحتى يكون فيه أنون بخولهم يعرفوا مصير أحباءهم ومحاسبة المسؤولين وهذا الموضوع بيعني كل المواطنين بغض النظر عن إطار التطبيق إلى الأنون انه كيف صار ولكن ادروا بمحال يتخطوا هذه المعادلة تخطي هذه المعادلة على مستوى الوطن كيف ممكن يصير لجنة أهالي المخطفين والحملة الكاملة يعني كل الجمعية المناصرة اللي كانت معها والبرلمانيين وصلوا لطريق مسدود يا أما الأنون يا أما الأنون يا أما المحاسبة بالوقت اللي هو الأنون مفروض يضمن المحاسبة صار منمر الأنون إذا يسقط منه بند العقاب يعني أنا إذا عرفت أنه سحر أتلت غدي خلص تخلصون الأسا ما فيهم أهل غدي يقاضوا سحر هايدي النقطة اللي انشالت بموجة بالعفو العام كان دايما لأنه تناقض ممكن في الأنون الجنسية تناقض مع التركيبة الطائفية أنون حق المعرفة كان يتناقض مع السلم الأهلي تم القفز عنها أنه خلينا نعمل في المعرفة لنسكر جراح لندفن لنسكر قبور لننكش مقابر جماعية عايشين فوقا نحنا بعدنا حرفيا بس من دون ما نحاسب أي حدا على الجريمة اللي تمت بغير هيدا التنازل كان في استحالة يقطع القانون وكانوا الأهالة في منهم بلشوا يتوفوا إن بموجة بالعمر أو حوادث حتى بدنا بون كد يعني في أشياء فاللي صار إنه أوكي خلي نشيل هاي المعرفة والتوسيق للجريمة هي المرحلة المطلوبة يعاقب اللي بيخفي معلومة مش اللي ارتكب بالجريمة يعني أنا إذا رحت إذا إجوا لعند إخت اللي شايفت نعم بقتلك وقالوا السحر قتلته وقالت أنا حرة ما بدي جاوب فيهم يرفعوا دعو على فهيدي الصيغة أمنت إنه على القليلة ممكن توسيقهم لهول الجراهم ممكن توسيق مواقع المقابر الجماعية اللي عايشين فوقها يعني بمحلات فيها صخبور وصهر وكذا ونحنا تحتنا في جريمة كبيرة يعني أما المحاسبة ف مثل ما بكل ملف تاني نظام الحاكم منذ الحرب الأهلية بلغنا طريقها مسدود 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 يا والدي ما في محاسبة نحن ناطرين في أجيال عم تكبر أجيال مواكبة الحرب ما كتير بتسمع حتى عنها ما بتعرف تفاصيل عميئة عن قضية المفؤودين إن كان من الأجيال اللي مرتبط طبيعية المفؤودين وإن كان بالمواطنين بشكل عام كيف اليوم الإعلام بدوا يجذب هذه الشريحة بدوا يخليها تكون معنية بدوا اليوم يزرع فيها هذا الفضول هذه الحشرية إنه لأ تسأل لحتى نوصل لجواب هو سؤال كتير صعب بس أنا حقبني على اللي صار أيام ما كان فيه إمكانية للعمل من التسعين لنقول للألفين وستة خلال هالفترة صار فيه تشبيك صار فيه جمع القوى الأهالي عم بيمدوا بمعلومات ومعطيات وكل سنة شي جديد كل سنة نشاط جديد ذو طبيعة جديدة يا أما بيشرك العالم يا أما بصريا مختلف يا أما تحرك على الأرض ذو طبيعة لافتة يا أما قصص وبالمقابل الإعلام كان عم بيشتغل على إبراز أهمية كل قصة بقصتها على أهمية المعرفة وتسكير جراح الأهالي وموقع هيدا الشي للناس كلها وين كلنا معنيين فيه مثل ما كنا عم نحكي قبل عبر أنه كنا ضحايا حرب أهلية هيدا اللي الشغل يشتغلوا الإعلام خلال هيديك الفترة بعدين فتنا بمرحلة أمنية ببعرف توصف من 2006 لليوم اللي عم نعيش وكل الوقت ناهيك عن أن 2019 لليوم اللي عم نعيش وكل الوقت فبهيدا الظرف أنا فعلا ماني عارفة كيف ممكن ينشغل وبزن بدأ تصير كل ما يصير تطور كلنا نعطيه أهميته أو كذا أو ممكن نقرر بـ 13 20 نيسان الجاي أنه يبلش ينشغل من قبل بوقت على حملة كاملة تربط ماضي الحرب والجريم اللي تمت فيه بحاضر السلم والجريم اللي تلمت فيه هني بعدن هني زيتن بتعيد إحياء أو بتورج استمراري بتورج أنه هاي الجريم المعلقة بالختام بدأ منك تعتبريني عمري 13 سنة 14 سنة مراهق ما بعرف تفاصيل يمكن بسمع شوي أنه كان في حرب في لبنان بالسبعينات بس ما بعرف تفاصيل عنها كصحفية وكروائية بدأ منك هايك ب كم جملة اليوم تواعي فيي كمراهق عمري 13 14 سنة الفضول أني عن جد أسأل اليوم وين يلي نفقده وين يلي يعني نخفيه قصرا حيرو السؤال أول شي خطر لي أو فكرت فيه أني بجيب ألعابه وشي الأربعة مثلا من أصل عشرة نخفيهم فوت على الأودة غمض عينك فتح عينك اختفوا وين ورجع قل له جيب عشرة تععيد ميلادك ونخبي خمسة وين تخيل ناس ما عرفوا وين بس تقرب فكرة الاختفاء لشي أو حدا بتحبه شو بحب بسينات بخفي اتنين خبيهم وكتعرف وين اكتعف إذا هربوا الخطر في سيارة حتى عصم تكتعرف مي أخدهم بس قرب من الإحساس أولا هو الإحساس صحيح عائلة وشخصة بالفقد الهائل والجمود بالحياة بلحظة ظالمة جدا وكبير هيدا الإحساس بس هو بالحقيقة الإحساس الأول بخسارة طبع أي حدا طبع ظلم طبع خسارة طبع ليه أنا نعمل فيه هيك ومين عمل فيه هيك منذو ما عمل شي وانا مني عامل شي وهو منه عامل شي عقبه بلا ما يكون عمل ميرسي إلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر